بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن لإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الدكتور أحمد محمد الأصبحي وأعرب اليدومي في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد يوسف الأصبحي وإخوانه عن بالغ الحزن وعميق الأسى في وفاة المناضل الأصبحي الذي رحل بعد حياة زاخرة بالعطى وأكد اليدومي أن الفقيد الراحل كان واحدا من أبرز رواد العمل الوطني وقائدا جسورا أسهم في ترسيخ العملية السياسية وبناء مداميك العيش المشترك ونوها رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن الإصلاح بالتجربة الكبيرة والواسعة للفقيد وصفاته النبيلة التي انعكست على علاقاته بمختلف أطياف العمل السياسي وقال اليدومي أن اليمن خسرت برحيله شخصية وطنية وازنة وعقلا راجحا وشخصية جمهورية فاعلة يسير على دربه أبناء اليمن وهم يواجهون مخلفات الكهنوت